شهد محافظ الغربي أطارق رحمي انطلاق فعاليات مبادرة معا من أجل ترع نظيفة وذلك في قرية تينهطاء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد محافظ الغربي أن الدولة في أطار حرصها على تعظيم الاستفادة من كل نقطة ماه قامت بإطلاق المشروع القومي لترع حيث يتم تبطين 134 ترع في مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى 2.6 مليار جنيه اشتركوا في القناة